على النهاء الأفريقي محمد أنت لسا كنت تتكلمني دلوقتي عن اللايحة ماذا تقول اللايحة في حالة عدم بيع لعشر تلاف تسكرة فيما يخص النادي الأهلي بعد صدور بيان الاتحاد الأفريقي وأن النادي الأهلي هياخد عشر تلاف تسكرة والوداد هياخد عشر تلاف تسكرة والجمهور العام هياخد عشر تلاف تسكرة والرعاة هياخدوا خمس تلاف تسكرة إلا هم عشر تلاف تسكرة لنادي الأهلي وخمسة وثلاثين ألف تشكرها للجمهور الوضعي هناك نقطة كاملة لازم هي لازم تتعامل قال له إذا كنت تكتب الخروف بكذا نجيب الرحانة كان رجل عبقري قال له لا اسمه إيه الحبل بكذا وربطة الحبل بكذا وفك ربطة الحبل بكذا ودكتور بكذا وعلاج الدكتور بكذا نحن من الشغل تزبيط الشغل طيب في نقطة كامتخوف منها جدا 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 جمهور النادي الأهلي ونقطة كنا متخوفين منها كلنا رغم أنها لوائحيا واضحة جدا في إجراءات الأمن والسلامة اللي أصدرها الكاف مادة عشرين فقرة ألف مادة عشرين فقرة ألف أي ويا ريت لو تتعرض وإحنا بنتكلم لو معنا سبيل حطها لنا مادة عشرين فقرة ألف بتقول إيه إنه في حالة تم تخصيص عدد معين لجمهور أي فريق في المباراة النهائية وتم بيع جزء من العدد ده تعتبر المدرجات الباقية منطقة عزلة تعتبر المدرجات الباقية منطقة عزلة يعني عشان نشرح للناس ببساطة دلوقتي النادي الأهلي اتراح له عشر تلاف تيكت العشر تلاف تيكت النادي الأهلي جمهوره اشترى ثلاث تلاف تيكت متبقي سبع تلاف لا يمكن زي ما الكاف كان بيحاول يصرب أو يعمل ده في وقت من الأوقات وطلع عن طريق الكاف إنه في حالة عدم بيع الجزء المتبقي من التذاكر المخصصة للنادي الأهلي يتم بيعها الجمهور المنافسة كمان غير الخمسة وثلاثين اللايحة واضحة جدا مدى عشرين ليحة الكاف مش ليحةنا ولا ليحة النادي الأهلي ليحة الكاف يعتبر التذاكر غير المباعة من المنطقة المخصصة لجماهير النادي الأهلي منطقة عازلة ضمن إجراءات الأمن والحماية اللي أقرها الكاف نقطة مهمة جدا تطمن جماهير النادي الأهلي على أمنهم وسلامتهم وتأكد إن الجزء المخصص لجماهير النادي الأهلي هيكون فيه جماهير النادي الأهلي فقط لغير مهمة جدا نقطة تانية نأكد عليها إنه أكيد أكيد كابتن سال عبد الحفيز وكابتن سامير عدلي في الاجتماع الأمني اللي بقي مع جي أستان الحضر الأفريقي هيصروا إنه يتم تدوينه وإثباته وإثباته في حالة اختراق جماهير الوداد للحواجز الأمنية ودخوله مع لمدرجات النادي الأهلي يتم إيقاف المباراة مباشرة حد تاني حاجة بس واضحة جدا لحضراتكم لأن دي يعني الكلام اللي مكتوب ده إحنا مش جايبينه من لايحة في النادي الأهلي ولا جايبينه في لايحة من نادي الوداد إحنا جايبينه حضراتكم من لايحة تخص الاتحاد الأفريقي مظبوط طبعا وفي ورقة تانية كمان معلمين فيها تتكلم تفصيلا 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 يعني لو ما تم الشراء مش هيتم ترحال للفريق المنافس واضحة وصريحة جدا واضحة وصريحة لأي حد جمهور العام اللي بتتم انه تم ترحال الجمهور العام الكلام ده لما تكون المباراة في ملعب محايد هما استغلوا اللايحة انه هي بتعقصة الجمهور العام ده لو هي في ملعب محايد مش على ملعب واحد من الفرقتين لو هي في نيجيريا زي نهاية الكمفدرالية واتطرحت للجمهور العام بتكلم عن جمهور النيجيريا لا تتكلم عن أي جمهور من أي دولة موجود هناك كان نادي نهضة بركان ونادي أورلاندو بايرتس المغرب وجنوب أفريقيا ففي ساعة لجانب المغرب ساعة للجانب جنوب أفريقي ساعة للجمهور العام لو في نيجيريا عايزين يخش وتفرجوا على الماتش بيعودوا في الأماكن دي شجع ده لو أحب أفاضي يعني غريبا وعلى فاكرة الماتش في نيجيريا بالأمانة يعني مباراة نهاية الكمفدرالية كان فيها عدد حضور جماهيري لا بأس بيه لمباراة نهاية الكمفدرالية طرفها فريق مغربي وفريق جنوب أفريقي شعبيتهم ممكن ما تكونش بالشعبية الكبيرة ولكن الناس بتحب الكورة راح تتفرج على ماتش فبرضو عشان الناس كانت بتقول ده مباراة النهاية ممكن لما تتلعب في ملعب محايد الأهلي والوداد لو رعت السنغال ممكن الملعب يبقى فاضي لا أكيد كان هيبقى فيه دوشة وكان هيبقى فيه حضور لأن فيه ناس أكيد بتحب الكورة عايزة تشوف المباراة دي وهنا نقدر نقوله الجمهور العام الحتة اللي عايزة أكد عليها الكلام جيمي هو في الحتة بتاعت اللايحة والاجتماع الأمني دي تحديدا لأن فيه تجارب سابقة كان بيبقى مخصص لجمهور النادي الأهلي في بعض الملاعب عدد مقاعد معينة ولما ما بتتميليش كان بيتم يعني من خلال أصدقاء لنا سفروا إن الأمن بكل طبعا هدوء بيقولهم معلش احنا هنرحل الأماكن شوية في شوية فيفضلوا يترحلوا لحد ما يبقوا موجودين في كورنر ما في اللستاد وبقية المدرجات ممتلئة عن آخر طب هنا كان المبرر ممكن نقول إن المبرر إن الأهلي بيلعب ماتش قوي في ملعب الفريق المنافس فوالله يعني أنتو دا عددكو فأنت تعودوا في حتة صغيرة لكن المردي دا مش ماتش أوي دا ماتش في ملعب هو ملعب واحد ملعب محايد النادي الأهلي زي ما قلنا في حلقة قبل كده النادي الأهلي هو الفريق A في الماتش دا يعني هو الفريق المستضيف للمبرراتي اللي هنقول الأهلي والوداد زي ما الزمالك كده والأهلي في نهاية القرن نقول الأهلي والوداد فلأ النهاردة عشر تلاف تذكرة للنادي الأهلي يعني مدرج التلتة يمين بالكامل في ملعب مركب محمد الخامس راح ألف راح ألفين راح واحد راحوا لعشر تلاف هو دا المكان تحت جمهور النادي الأهلي يبقى مؤمن طبعا الجمهور المغربية طبعا إن شاء الله ما فيش أي مشاكل الناس تبقى قاعدة في أماكنه والجمهور الأهلي قاعد في أماكنه والموضوع لازم يمشي كده أي إجراء تاني أعتقد أكيد النادي الأهلي عنده بلان A و بلان B و بلان C إن هو إزاي يتعامل مع المستجدات اللي ممكن أصل البوابات تفتحت أصل جمهور تكادوس أصل مش عارف إيه اللي حصل لأ إحنا دا نهائي دا مش مالش قوي فدا نهائي لازم يكون مراقب من الكاف في لوائح وفي عقوبات وفي الملعب دا نفسه لسه في مباريات الكوارتر فاينل والسيمي فاينل اتعامل عقوبات على الأندية اللي لعبت عليه وتم خصم نسبة من الجماهير بسبب عدم التنظيم فلأ النهاردة دا نهائي الموضوع ما يفعش فيه إن إحنا نسيب أي حاجة للصدفة أو اللي هو إيه معلش إحنا حبايب إحنا حبايب طبعا وكل حاجة بس بره ملعب بعد الماتش نسلم على بعض ولكن جوة الملعب كل واحد ليحق لازم يعمل مظبوط جمالي يعني بالتالي نفهم من كده إن العشر تلاف معلش مرة تانية لأنه لازم ننظر هذا الموضوع مرة واثنين وثلاثة من العشر تلاف اللي حيكونوا متواجدين جيه ألف تسعة تلاف حيبقى فاضي طبعا والنادي الأهلي أنا على يقين تام إنه هيصر على إثبتها في الاجتماع الأمني في حالة حدوث اختراق للمنطقة المحمية العازلة لجمهور النادي الأهلي في حالة حدوث اختراق يتم يقاف المباراة مباشرة حرصا على أمن وسلامة الجمهير أيا كان عددها من النادي الأهلي دي نقطة مهمة النقطة التانية المهمة جدا 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 لا إحيا لو برضو تتعرض معنا النقطة بتاعة البرايسينج أو التسعير أو التسعير لأن هناك البعض حاول أو بهم قالوا بعض التسريبات مش تورد ولا حاجة تسريبات مصودة طبعا إنه من الممكن أن يكون الوداد السعر بتاعه أقل بكتير من سعر تسكارة النادي الأهلي في الحالة دي برضو هنرد كل مرة من لوائح الكاف لوائح الكاف هنرد برضو على قصة تسعير التذاكر في حالة وجود مباراة على ملعب محايد أو ملعب مصدف نهي الأمر واضح جدا أنت يعني لازم الفريق الفريق المنافس يوافق على أنه يتم طرح التذاكر طرح التذاكر بأسعار مختلفة أنت إذا لم يوافق الفريق اللي هو النادي الأهلي لا يمكن طرح التذاكر بأسعار مختلفة نفس الدرجة للفرقتين بنفس الأسعار يعني الدرجة الثالثة واللي يكون سعرها عشرة درهم العشرة درهم لازم تطرح لجماهير نادي الوداد بالعشرة درهم النادي الأهلي لو هياخد تذاكر مجمعة هياخد ثمن التذكرة عشرة درهم ده إجباري محدش يقدر يغير ده وهنا برضو تاني بنطلق جرس انظار بسيط جدا المباراة لا تحتمل كل ده المباراة في كل حال من الأحوال إحنا عايزين نقود حقنا فتاني لوائح الكاف الأمر واضح جدا جدا التسعير متساوي الدرجات موحدة تلتة شمال اللي هيبقى موجود فيها جمهور الوداد أو تلتة ايميل اللي هيبقى موجود فيها جمهور الوداد أيا كان موجودين فيهم في الملعب الدرجة الوحدة بنفس السعر لجمهور الوداد وجمهور النادي الأهلي نقطة مهمة جدا لوائحية إحنا بندور على حقوقنا بأي شكل وبأي طريقة بما يتصق مع لوائح الكاف اللي أظن إنه الظلم بيّن جدا وواضح حتى فيما تم إصداره النهاردة فيما يخص الطرح العام للتزاكرة لو كده هيقولك إيه هيقولك طب ما أنا طرحت كده في نهاية الكونفيدراليه؟ لأن المباراة على ملعب محايد إنت اعتبرت المغرب ملعب محايد وفيه طرف طبعا فنرجع لأصل الأزمة خلي بالك هو بيقولك دايما أنت ببتلعبش في الدار البيضاء أنت بتلعبنا ملعب محايد ملعب محايد هو ده وجهة نظر الوداد على فكرة دي وجهة نظر الوداد هو يا سخة كيفما يشاء حقه إنه يحاول ياخده أكبر قدر من المكاسب حقه لكن نهاياتا إحنا دايما دايما مرجعيتنا هي الواقح إنت قلت ملعب محايد ملعب محايد هو وصف واضح وصريح إلا إذا كنت أعلنت من بداية البطولة لأن هنا صفة الحيادية تبقى موجودة ليه أنا قلت قبل معرفة مين يوصل قلت معرفة